اشتركوا في القناة وتعليم السجقة فرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول لا يقول الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة واراد ان يدخل حجرة عائشة فوجد قد سترت سهوة لها اي نافذة بقرام فيه تصاوير فقال يا عائشة ان اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصنعون هذه الصور وشقطها النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم اي نعم فماذا وهكذا ايضا النظر نظر الرجل الى المرأة اذا كانت المرأة التي تلقي الاخبار امرأة اي نعم اذا كانت التي تلقي الاخبار امرأة فالله عز وجل يقول قل المؤمنين يربوا من اغشارهم ويحتبوا هروجهم ذلك ازكى لهم اي نعم وماذا وهكذا اذا كان المذيع رجلا والمرأة تنظر اليه فانه لا يجوز لها ان تنظر اليه وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهم ويحفظن فروجهم وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى قال ومن اظلم لمن ذهب يخلق كخلقين فليخلق ذرة او ليخلق حبه او ليخلق شعيره اي نعم فممكن ان تشتريها راديو وتستمع منه الاخبار والحمد لله